لم تتأخر أكبر لندية العالمية ونجوم الكرة في توجيه التهاني للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي التفاتة ستزيد بدون شك في توديد سيلة شبان العالم الإسلامي بهذه الفرق واللاعبين الذين يصنعون الفرجة في الملعب وكم هم كثيرون في مختلف أنحاء العالم سيما في البلدان الإسلامية ريال مادريد، مانشستر يونيتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، بايرن مونيخ وغيرها من الأندية التي باتت تعج باللاعبين المسلمين الذين يساهمون بشكل أو بآخر في صنع الفرجة وإدخال الفرحة في نفوس الأنصار وإدارة الفرق عرفت بدورها كيف ترد جميل هؤلاء بمثل هذه التحايا كما عرفت أيضا كيف تتعامل مع محبيها من المسلمين في مختلف أنحاء العالم من خلال توجيه عبارات التحية والتهاني في لقطة بسيطة في حجمها كبيرة في مغزاها نفس الرسالة وجهها اللاعبون المسلمون من أمثال عناصر الخضر على غرار رياض محرز في غولي بالكالام طايدر أو الأجانب على غرار الإفواريين سيرج أوريي لاعب باريسان جيرمان ومواطنه جيرفينيو وحتى الألماني مسعود أوزيل والفرنسي كاريم بنزيمة حيث لم يفوتوا الفرصة لتعبير عن انتمائهم للأمة الإسلامية وارتباطهم بالعقيدة المحمدية بدون تعصب ونحن بدورنا نوجه التحية للشعب الجزائري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة ترجمة نانسي قنقر